لبطولة كاس العرب سريعا وبعد بكرة عندنا انطلاقة طبعا رأيك الأول بس قبل ما تخل في البطولة المنتخب المصري مع كارلوس كيروش إيه اللي ليه وإيه اللي عليه لا طبعا موضوع يعني شايف أنه الرجل شغال بشكل كويس ما طبعا كابتن حسام كان برضو بمشي بشكل كويس ولكن الأداء بالنسبة للناس ما كانش مكنع لكن كانت النتائج كويسة بالنسبة لكابتن حسام ممكن مصد كروش الموضوع هو عمل تغيير كتير عمل روتيشن كتير في اللعيبة ما قدرش أقول دي ميزة أوعيد دايبان بعدين لعبنا أكتر من مبرامعة وكلهم نتائج إيجابية يمكن هو كمان ما بيعتمدش على بشكل كبير أو على ناس بعينها ودي كمنتخب من نواحة إيجابية بشكل كبير جدا شايف أنه بطولة أنه هو وافع لكاس العرب هو عايز يرى اللعيبة عايز يرى اللعيبة بشكل أكبر لأنه عنده مبرال أهم اللي هي المبرال فاصلة لكاس العالم وجهة نظري أنه ماشي بشكل كويس بطولة كاس العرب هتبقى مفيدة جدا للجهاز الفني وللعيبة احتكاك قوي مع عنديها كبيرة جدا لكن الموضوع مسهل هتلاقي عندك منتخابات قوية جدا متخب السعودية تقريبا بس معينه تقريبا مش يشارك بالفريل أول لكن عندك متخب العراق متخب قوي جدا متخب مصر مرشح من وجهة نظرك طبعا مرشح بكوة بالتشكيلة والأسماء الاختراع الكيروش طبعا يعني بنسبة كبيرة طبعا يعني برضو منتخب مصر يعني للحظوظ الأكبر أو الأوفر مع طبعا منتخب زي منتخب العراق أو من وجهة نظري منتخب قطر برضو منتخبات قوية جدا فأنا شايف أن البطولة مهمة يعني بطولة مهمة للجهاز ويمكن كان ليه تصريح تقريبا بعد الموافع على البطولة أنه يعني إعداد كويس قوي قوي لمبرال فاصلة تصعدنا الكاس العالم إن شاء الله بإذن الله أصعب المواجهات اللي شايفها في مرحلة المجموعات مطشق جزائر أكيد طبعا مخصوصا بسنة ممكن الموضوع الجزائر يعني طبعا بالنسبة كبير لعيبة المحتلفة محتلفية مش موجودين بس منتخب يبقى لكن يبقى منتخب قوي جدا جدا ومطشطنا معها تبقى مبارات صعبة جدا لكن هي أصعب المواجهات اللي موجودة متفعل أساسا بخدرة كيروش على الوصول لكاس العالم بمتخب مصر هو اسم كبير طبعا مدارب كبير واسم كبير واللعيبة كمان بدأت تستوعب المطلوب منهم نتمنى التوفيق لأنه في الأول وآخر التوفيق التوفيق بموجود معنا إن شاء الله نصع كاس العالم بإذن وده طبعا الحلم الأكبر لكل المصريين نتمنى التوفيق نهاردة محمد صلاح يا رب كل الناس بتدعي صعب أبو حميد نهاردة والله هو شرف كبير جدا لنا كمصريين والكورة الأفريقية والعربية أن نبقى محمد صلاح موجود من ضمن ثلاثة أو خمسة أفضل لعيبة في العالم بس برسلته كبيرة جدا السيزن اللي جاي يعني لو قدر صراح يحفظ على المستوى ده السيزن اللي جاي وقدر يعمل حاجة مع ليفر بول السنادي ومع منتخب مصر هو فارقة كنت لسه أقول حقيقة أن الليفر مع كمان منتخب أنت عرف أنه الموضوع مش فكرة